السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي كريم وأنتم الآن على قناتكم قناة عالم كريم التقنية إذن بالنسبة اليوم إن شاء الله سوف نقوم بتتبيت إعدادة كاميرا واي فاي أو هذا النوع من الكاميرات إذن بالنسبة لهذه الكاميرا سوف نقوم بتتبيت هذه الكاميرا إذن بالنسبة لعملية التتبيت فهي عملية بسيطة وسهلة سوف نرى أولا مميزات هذه الكاميرا وبعد ذلك سوف نقوم بتتبيتها على الهاتف المحمول إذن كي لا أطلع عليكم فلنبدأ على بركة الله إذن كما سلفت ذكر بالنسبة لليوم إن شاء الله سوف نقوم بتتبيت هذه الكاميرا وهي كاميرا واي فاي إذن بالنسبة لهذه الكاميرا تحتوي على الصوت تحتوي على عدة مداخل إذن بالنسبة لأول مدخل هنا لدينا مدخل التيار الكهربائي وهو مدخل من فئة 5 فولت إذن بالنسبة للشاحن الذي نستعمل هنا وهو شاحن من فئة 5 فولت لدينا أنتنات الواي فاي أو الوي في أو لا سلكية بعد ذلك لدينا هذا الكابس وهو كابس ما يسمى بكابس ريسات أو ضبط الإعدادات إلى الصفر يعني نعيد الكاميرا إلى الإعدادات الأولية التي أتت بها من المصنع بعد ذلك لدينا مدخل الشبكة أو مدخل النيتورك إذن بالنسبة إلينا هنا نقوم بإدخال نقوم بإدخال كابل الشبكة وذلك للربط بالأنترنت مثلا بعد ذلك لدينا مدخل الأوديو أو الصوت لدينا إن ولدينا الأوت إذن إذا أردنا أن نركب مايك هنا أو مايكروفون هنا وهنا لدينا المخرج إذا أردنا أن نركب في هذا الأوت مكبر الصوت أو لدينا ليسماع الصوت على المكبرات أو لدينا لدينا الألارم لدينا الأوت والإين يعني مدخل الألارم ومخرج الألارم هنا إذن بعد ذلك لدينا هنا مكان تركيب الميموري كارد أو الكارد ميموري أو البطاقة الداكرة إذن بالنسبة لهذه الكاميرا فهي تحتوي هنا على جميع مميزات الكاميرا لدينا هنا موديل لدينا هنا كلمة المرور بالإضافة إلى اليوزر نيم لدينا هنا هذا الكوضبار الذي نقوم بسكان له عن طريق الهاتف وذلك من أجل تثبيت برنامج هذه الكاميرا على الهاتف إذن بعد ملاحظة هذه الكاميرا سوف نقوم بربطها إلى الشاحن الكهربائي إذن بالنسبة إلينا هنا عندما نربطها إلى الشاحن سوف نراحظ أن هناك ليدا هنا تشتعل بلون أحمر سوف ننصدر قليلا إذن كما تلاحظون أن هذه الكاميرا تقوم بمسح أفقي وذلك لمعرفة درجة الضوران هذه الكاميرا وذلك لتجيل هذه الإعدادات يعني إعدادة الضوران الأفقي ثم بعد ذلك سوف تقوم بضوران أو مسح عمودي وذلك لكي تتمكن ذاكرة هذه الكاميرا من معرفة معرفة درجة المسح الأفقي ودرجة المسح العمودي إذن هنا لدينا مسح عمودي إذن الآن الكاميرا مؤهلة لكي نقوم بتثبيت برنامجها على الهاتف المحمول وكذلك يمكن تثبيت البرنامج على الكمبيوتر أو اللابتوف إذن بالنسبة لهذه الكاميرا يأتي مع هذا السيدين إذن بعد الانتهاء من شرح هذه الإعدادات أو المميزات هذه الكاميرا سوف نقوم الآن بشرح طريقة تثبيت على الهاتف المحمول إذن بالنسبة لهذه النوع من الكاميرات فالطريقة تثبيت تعمل مع كل الكاميرات التي هي من هذا النوع يجب فقط معرفة المصنع اسم المصنع وكذلك نوع الكاميرا أو موديل الكاميرا ويمكن بعد ذلك القيام بتثبيتها حتى إلا لم توفر على هذه السيدة تثبيت فيمكن تثبيتها على الكمبيوتر المكتبي أو على اللابتوف وذلك عن طريق الدخول إلى موقع المصنع وتحميل البرنامج بالإضافة إلى برنامج الذي يعمل على الهاتف المحمول فيمكن تحميله عن طريق البلاي ستور أو عن طريق أي ستور ستور الذي يحتوي على هذا البرنامج إذن فلنمر الآن إلى طريقة التثبيت على الهاتف المحمول إذن الآن سوف أقوم بدخول إلى بلاي ستور سوف أقوم بإدخال اسم هذا الكاميرا أو اسم المصنع ثم سوف أقوم بإستبيت البرنامج الخاص بهذه الكاميرا إذن بالنسبة للبرنامج إذن هو هذا إذن سوف أقوم بفتح البرنامج سوف أضغط على طريق زي طريق زي إذن سوف أقوم بعد ذلك بالضغط على هذا الزائد لإضافة كاميرا إذن كما تلاحظون هنا إذن لدينا عدة خيارات إذن بالنسبة للخيار الأول سوف أقوم بـ سوف أقوم بالدخول من الخيار الأول إذن تلاحظون هنا لدينا طريقة ربط الكابل أو الواي فاي كابل أو الكابل نيتورك كابل إلى هذه الكاميرا أو يمكنني يمكنني الذهاب إلى الخيار الثاني وهو الخيار الذي سيمكنني من القيام بمسح للكودبر سوف أقوم إذن كما تلاحظون لقد قام بهذا المسح سوف أضغط على إذن كما تلاحظون لدينا طريقة ثم سوف أقوم بـ اختيار اسم الكاميرا سوف أقوم سوف أسميه أذر إذن هنا سوف أختار سوف أقوم بالدخول إلى هد الواي فاي أو سوف أقوم بـ اختيار الخيار الأول إذن سوف أقوم بـ اختيار الخيار الأول بالكابل سوف أقوم بنفس العملية إذن سوف أقوم بتسمية إذن بالنسبة للباسورد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سوف أضغط على تالي أو إبري سوف ننتظر قليلا سوف أعيد سوف أضغط على إعادة المحاولة ثم ننتظر قليلا سوف أختار هد الواي فاي ثم أقوم بـ إدخال إدخال الباسورد تلخص بـ الشبكة تلخص بـ تلخص بـ تلخص بـ تلخص بـ سوف أخذ تلخص بـ تلخص بـ تلخص بـ تلخص بـ تلخص بـ اشتركوا في القناة 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 إذا كما تلاحظون أنا أقوم بتغيير وضع هذه الكاميرا وفقيا وآبوديا شكرا على متابعتكم لهذه الحلقة إذا نلت هذه الحلقة إعجابكم فلضغطوا على لايك بطبيعة الحال إذا لم تكن إعجابكم فلضغطوا على ديس لايك إذا كان لديكم تعليقات فلتضعوها في تعليقات أسفل الفيديو بالنسبة للذين التحققوا بنا لأول مرة اضغطوا على اشتراك وعلى الجرس لصيركم كل جديد في قناتنا وبطبيعة الحال إذا كانت لديكم اقتراحات حول مواضيع تريدون أن أتطرق إليها فيما يخص كاميرات المراقبة أو فيما يتعلق بجديد التكنولوجيا فلا تبخلوا علينا وضعها في تعليقات شكرا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة بإذن الله